اشتركوا في القناة النهاردة قررنا ان احنا نخصص حلقتنا للاحتفال بالمولد النبوي هنحتفل النهاردة بسيدنا محمد سيد الخالب صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بشرة للعالمين هنعرف النهاردة الكتير والكتير عن مولد سيدنا محمد وده من خلال ضفنا وضفكم الشيخ وامر محمد سعيد بالرحب هيك شوخ وامر اهلا محافظتك مستدينة اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين شوخ وامر عزيم في بداية حلقتنا نعرف حكم الاحتفال بالمولد النبوي الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي اكرم الوجود بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فكان ميلاده للكائنات عيدا ارسله ربه رحمة للعالمين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويكون عليهم شهيدا عليه الصلاة والسلام احمده سبحانه وتعالى حمد معترف بربوبيته يرجو من الثواب مزيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما صلى مصل صلاة وزادها بالسلام تأكيدا اما بعد بداية اسمح لي استاذ زينب من خلال برنامجكم الحياة حلوة وعبر هذه الشاشة شاشة قناة الحدث ان ابعث برقية وتهنئة الى الامة الاسلامية بصفة عامة والى مصر واهلها بصفة خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله عام خير وبركة وامن وامان وسلام واطمئنان على مصر واهلها انه ولي ذلك والقادر علي اللهم امين 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 رب العالمين اما بالنسبة الاحتفال او حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لابد ان نعلم انه قد شاءت الارادة الالهية قبل خلق ادم عليه السلام وقتضت الارادة الالهية ان يختم مطاف الرسل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء وطين كنت نبيا وآدم منجدل في طينته يقول بعض العارفين يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له اغلاق ايروم مخلوق ثنائك بعدما اثنى على اخلاقك الخلاق والله ما في الخلق مثل محمد بالفضل والاخلاق والايمان الله فضله على كل الورى وحباه نورا فائق الامكان ماذا نقول في هذا النبي العظيم الذي شهد له ربنا في قرآنه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وأقسم ربنا بعمره فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وبين إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله لم يقل كأنما يبايعون الله إنما قال بل يبايعون الله فجعل مبايعة رسول الله إنما هي مبايعة لله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ورفع الله عز وجل ذكره فيأتيه جبريل عليه السلام فيقول يا محمد أتدري بما رفع الله ذكرك فيقول صلى الله عليه وسلم الله أعلم فيقول إن ربك يقول لا أذكر إلا وذكرت معي يا محمد فنحن لا نقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا ونقول أشهد أن محمد رسول الله بالنسبة للاحتفال وحكم الاحتفال بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر جائز شرعا لأن الاحتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على الحب والتعظيم لجناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والفرح به شكر لله على هذه النعمة العظيمة احتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استحسنه العلماء ودرج المسلمون على ذلك واتفق علماء الأمة على جواز الاحتفال بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ليست هوالك والدليل نعم الدليل على ذلك أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين فالصحابة بتسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ذاك يوم ولدت فيه شف سيدنا النبي بيحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم وحينما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصمون معاشراء فسأل قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه النبي وقال نحن أحق بموسى منكم صامه النبي وأمر بصيانه القرآن الكريم الحق تبارك وتعالى يقول في قرآنه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال العلماء أو بعض العلماء فضل الله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته هي الإسلام تاركي شيخ أمر عشان يعني احنا عرفنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال رسول عليه أفضل الصلاة والسلام كم سبب في هداية الأمة ميلاد رسول الله ميلاد للأمة بأكملها صح علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في قرآنه وذكرهم بأيام الله ومن أيام الله مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحق لنا أن نفرح وحق لنا أن نتذكر وأن نحتفي بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحنا دلوقتي بنوجه رسالة أن الاحتفال بالمولد النبوي هو جائز شرعا نعم إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى يعني حينما أتت أبو لهب جاريته ثويبة لم أتت إلى أبو لهب وأخبرته نبأ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فرحة وسرة ومن شدة فرحي أعتق هذه الجارية نحن لعنى مصير أبو لهب كما قال ربنا تبت يبا أبي لهب وتب إلى نهاية الآيات رآه سيدنا العباس بن عبد المطالب فقال له أين أنت قال في النار رآه في رؤية نعم أين أنت قال في النار لكنه يردف قائلا غير أنه يخفف عني كل يوم اثنين بسبب فرح بميلاد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول الإمام محمد بن ناصر الدمشقي إذا كان هذا كافرا جاء زمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مصرورا وماتا وحدا هذا صلى الله يعني وجود سيدنا محمد في الأمة الإسلامية هي نعمة نعم هو رحمة للعالمين طب إحنا دلوقتي إزاي نحتفل بالمولد النبا نعم الاحتفال الحق بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هو اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر واجتناب نواهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتنب كل ما نهى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الحق سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا الحق سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال ربنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالاحتفال الحق هو أن نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوى صلى الله عليه وسلم نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كيف كانت حياته في حالة الغضب وفي حالة الرضا كيف كانت عبادته لربه الذي كان يصلي حتى تتورم قدماه فيسأل عن ذلك يا رسول الله هوا على نفسك فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا كيف؟ عايزين نعرف عظم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عند ربي نعم عظمة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى حينما نطالع القرآن الكريم نجد أن الحق سبحانه وتعالى في أول صورة في المصحف وخامس صورة في التنزل التي هي الموصوفة بالسبع المساني ألا وهي صورة الفاتحة ابتدأها ربنا بقوله تعالى الحمد لله عايزين نشوف مكانة وقدر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الحق سبحانه وتعالى مختص أحدا من أنبيائه بمثل صفاته إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فحينما نقرأ صورة الفاتحة نجد أن الحق سبحانه وتعالى ابتدأها بقوله الحمد لله والله سبحانه وتعالى اشتق لنبيه صلى الله عليه وسلم من الحمد اسما وصفة فهو أحمد قبل مولده صلى الله عليه وسلم ومحمد يوم مولده ومحمود في مقامه ثم يقول ربنا الحمد لله رب العالمين ونبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي لخصت رسالته ودعوته بأنها للعالمين قال ربنا قال ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الرحمن الرحيم ونبينا صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا في قرآنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم مالك يوم الدين وأنت يا سيدي يا رسول الله يا من تحدثت عن هذا اليوم ومكانتك فيه فقلت بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر وأنا أول من يحرق حلق الجنة فيفتحها الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر إياك نعبد وإياك نستعين وأنت يا سيدي يا رسول الله قلت قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين اهدنا الصراط المستقيم وأنت يا سيدي يا رسول الله قال الله في حقك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هكذا يتبين لنا عظمة النبي ومكانة النبي عند ربه فالله سبحانه وتعالى ما أعطى وما خص أحدا من أنبيائه بمثل صفاته إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليها أفضل الصلاة والسلام تعرف يا شيخو عمر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام شهد لي المسلمين وغير المسلمين بحصن الخلق نعم يعني عرف حضرتك اجتمع المسلمين وغير المسلمين على الرأي كان يلقب بالصادق الأمين عايزين برضو نعرف سر وقوف الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في كل سماء في ليلة الإسراء والمعارك نعم قال أصحاب اللطائف من العلماء السر في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء عليه الصلاة والسلام مع أن الحق سبحانه وتعالى كان استطيع أن يصعد بالحبيب النبي إلى سدرة منتهى في لحظة واحدة لكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام خطأ في كل سماء يقول العلماء لما ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زادت في الأرض ألوار الأرض زادت فيها الأنوار فغارت كل سماء على أنوارها فسألت كل سماء ربها يا ربنا ما بال الأرض قد اكتسد بالأنوار فقال ربنا عليها خطى نبينا المختار عليها أبدل الصلاة والسلام قالوا يا ربنا أنت العزيز العدل تقسم بين عبادك بالحق والعدل فكما خطى الحبيب على أديم الأرض نريد خطوة منه حتى يحق لنا العدل فلما كانت ليلة المعراج خطى النبي على كل سماء فرضيت كل سماء بخطوة إمام الأنبياء سيدنا رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام تعرف يا شيخ عمر الواحد كلما بيقرأ في الدين ويتمعن بيلاقي أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يعني كان بالنسبة لنا رحمة يعني نعمة سبحان الله أنعم الله بها علينا عايزين نعرف دلوقتي الاحتفال فيه نص يعني النص عندنا بتحتك لأنه يجيب الحلوة يشترهم حلوة هل ده حلال ولا هروم الاحتفال بمناد سيدنا رسول الله وإظهار الفرح والسروه سواء كان بشراء الحلوة أو بزيارة الأقارب أو غير ذلك هو أمر محمود في الشرع بل هو نوع من البر من البر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن البر للأهل والأقارب أعزين برضو نعرف هل كان الجن بيبحث عن ميلاد سيدنا محمد نعم ورد والعهدة على من قال ورد إن الجن لما نظروا إلى النجوم وهي ترميهم بالشهب وقد منع الكل عن أن يدخلوا إلى السماء إيزاناً بميلاد ختام الأنبياء سيدنا رسول الله عليه الصلاة أعزين بنعلم إن الجن كانوا يسترق السمع قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ففي ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم منعوا وذلك إيزاناً وتكريماً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة فلما ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صارت النجوم التي في السماء تحرصها تكريماً وتشريفاً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة فقالوا انظروا الجن يحدث بعضهم بعضاً انظروا إذا كانت النجوم التي تتساقط في السماء هي التي يهتدي بها الناس في برهم وبحرهم فهذا يعني طي العالم وهلاك الدنيا وإن كان أمر آخر فلابد أن أمر في الكون قد حدث وأن هذا الأمر ليس كمثه حدث قالوا فاتشوا في الأفاق فأخذوا ياب حسون كل في مكانه حتى وصلوا إلى مكة وإذا بهم يرون جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حتى قال الجن ألم تر إلى الجن وإبلاس وإياسها من نفسها ولحوقها بالعيس وأحلاسها تبغي السبيل إلى الهدى ما مؤمن الجن كأنكاسها الجن يحتفلون بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لا وقد وردت في القرآن الكريم صورة تسمى بصورة الجن ونبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ على الصحابة صورة الرحمن وهو يعدد قول ربنا فبأي آلاء ربكما تكذبان يسكت الصحابة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إخوانكم من الجن كانوا أحسن ردا منكم ما تلوت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا شيء من نعمك يا ربنا نكذب يا الله الدنيا كلها احتفلت بميلاد سيدنا رسول الله إنساً وجناً وطيراً وخلقاً وملائكةً وأنواراً حتى إن حصى الأرض تراب الأرض صار يفخر على نجوم السماء فإذا فخرت النجوم بأنوارها قال حصى الأرض صلى على أديم الأرض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أعزين نعرف فضل الصلاة وعلى النبي نعم فضل ومكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشرف به الزمان والمكان سيدنا النبي وستاذين نب عليه الصلاة والسلام تشرف به الزمان وتشرف به المكان عليه الصلاة والسلام فما خلق الله خلقا أفضلا ولا أكمل ولا أجمل ولا أنبل منك يا سيدي يا رسول الله الزمان تشرف بميلاد سيدنا رسول الله إذا كانت ليلة القدر خير من ألف شهر فإن ليلة الميلاد النبوي خير من ألف ليلة قدر ليه؟ لذا لأن هذه الليلة ليلة ميلاد النبي لولاها ما عرفنا ليلة القتل ولا رمضان وما كان هناك شهر رمضان نعم وما عرفنا الكعبة وما عرفنا القبلة فليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هي أشرف زمن خلقه الله على الإطلاق لأنها الليلة التي أذن الله فيها لحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يتشرف به الوجود بأبي أنت وأمي يا رسول الله اقتضت حكمة الله اقتضت حكمة الله أن أي زمان يتشرف بسيدنا رسول الله هو أشرف الأزمان واقتضت حكمة الله أن كل مكان انتسب لرسول الله هو أشرف الأماكن واقتضت حكمة الله أن أناسا أو أشخاص انتسبوا لرسول الله هم أشرف الناس هكذا تشرف الزمان طب كيف تشرف المكان بميلاد سيدنا رسول الله كلنا نحفظ صورة البلد الحق سبحانه وتعالى يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فالله سبحانه وتعالى شرف مكة المكرمة لأنه رهن القسم بها بحلول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها فقال ربنا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وكأن رب العزة سبحانه وتعالى يقول لحبيبه محمد ما شرفت مكة في قديم الأزل إلا بما سبق في علم الله بأنها ستكون محط ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فربنا شرف مكة له لأنها ستكون محط ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك المسجد الأقصى لم يذكر صراحة في القرآن الكريم إلا مقترنا برسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فربنا ذكر حبيبه أولاً ثم ذكر المسجد الأقصى وكأن ربنا يقول لحبيبه محمد ما قدس المسجد الأقصى في قديم الأزل إلا لأني جعلته محطاً لزيارتك يا حبيب محمد كل هذا يدل على فضل وما كانت سيدنا رسول الله نحن نعلم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اجتمع بالأنبياء في المسجد الأقصى وصلى بهم إماماً وقدمته جميع الأنبياء تقديم مخدوم على خدمه عليه أبطل الصلاة والسلام شيخ وامر إحنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا بشكر حضرتك أعزائي المشاهدين إلى اللقاء في حلقة جديدة